المملكة نهاد إحجازي نهاد ابن معك بهذا الخبر العاجل إذن قبول استقالة حكومة اشتية إلى حين وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة وبالتالي ما الجديد حول هذا الموضوع نعم بالفعل قبل قليل ورد هذا الخبر طارق بأن الرئيس محمود عباس وافق على الاستقالة المكتوبة التي قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وكلفه هو ووزراءه بتسيير الحكومة الحالية أو تأعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة وسط طبعا حديث عن فكرة وجود حكومة وحدة وطنية بينما هناك طبعا أخبار أخرى تتحدث عن فكرة حكومة تكنقراط وهذا ما كان قد تم الحديث عنه مرارا حول التوجه إلى موسكو والدعوة من موسكو للبحث في وجود أو خلق حكومة تكنقراط وبالطبع الفلسطينيون يؤكدون بأن حكومة وحدة وطنية هي المطلوبة ضمن هذه الأوضاع وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان قد علق أيضا على استقالة حكومة اشتية بأنها رضوخا للضغوط الأمريكية والضغوط الخارجية بينما يؤكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأنها تأتي هذه الاستقالة حرصا على الوضع في الأراضي الفلسطينية وإيجاد حكومة تتمكن بالتعامل مع الأوضاع التي هي صعبة جدا في الأراضي الفلسطينية سواء كان في الضفة الغربية والقدس أو حتى قطاع غزة وأن هذه هي التغييرات اللازمة ووجود حكومة وحدة وطنية هي الأهم ضمن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون ويستغلها الاحتلال الإسرائيلي طبعا الفصائل الفلسطينية طارق علقت على هذه الاستقالة بفكرة أن ما يدور الآن في الأراضي الفلسطينية هو بالفعل بحاجة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وأيضا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تتكون من كل الأطراف والفصائل الفلسطينية وطبعا يعني الاحتلال الإسرائيلي قال وعلق على هذا الكلام بأنه حماس لن تكون ضمن هذه الحكومة بحسب ما يعلق الاحتلال وأنها لن تكون يعني واحدة من أو عضو في هذه الحكومة هنا كما يقول متابعون بأن الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني ويبقى يعلق عليه بشكل سلبي بدافع أن يستفيد هو من هذا الانقسام ولهذا تؤكد الفصائل الفلسطينية وكان أيضا قد علق مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بأن هذا الوقت هو الأحوج والأكثر حاجة لأن يكون هناك وحدة في الداخل الفلسطيني ليتمكن الفلسطينيون من القضاء على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات مستمرة بحق الفلسطينيين واستغلال الانقسام الداخلي بمزيد من الانتهاكات سواء كان في قطاع غزة أو كل الأراضي الفلسطينية طبعا حسب ما علق أيضا متابعون وأيضا هناك أعضاء في حركة فتح قالوا بأنه من المتوقع أن تستغل أو تستغرق عفوا تشكيل حكومة جديدة بعد الوقت ولا ربما أشهر إلى حين يتم التوافق عليها كما يجب وكما تخدم مصالح الفلسطينيين هذا في الشق السياسي لو تحدثنا قليلا عن الشارع الفلسطيني غير طبعا يعني آبه أو لا يأبه بما يدور من أي أحداث سياسية هنا في الأراضي الفلسطينية جل الاهتمام هو وقف العدوان على قطاع غزة بالإضافة إلى أن يكون هناك على الأقل ترتيب ولو بشكل أولي لوضع الوضع الاقتصادي الذي بات مترديا جدا خاصة بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عقوبات على السلطة الفلسطينية وقال بعض طبعا من من علق على هذا الموضوع من الفلسطينيين بأن أي حكومة قادمة لا يهم الفلسطينيين إلا أن تكون تخدم المصالح الوطنية الفلسطينية وليس أكثر من ذلك نهاد حجازي مراسلة المملكة من ربالله أشكرك على كل هذه التفاصيل